أهلاً من كل حضراتكم من جديد إحنا مستمرين معاكم يومياً في متابعة بطولة كاس العالم ونتابع مع بعض وصلنا لإيه والمراحل الأخيرة في دور المجموعات اللي فعلاً وصلنا لها دلوقتي إن بارح شوفنا مع بعض أربع مباريات وتابعنا التأهل المثير لإستغان على حساب الأكوادور ونهاردة مستنين برضو أربع مباريات مهمة جداً كل التفاصيل حنتكلم عليها وإيه اللي حيحصل في المباريات ومتوقعينه معنا في الستوديو هاني عبدالصبور الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في موقع القاهرة 24 صباح الخير عليك هاني أهلا وسهلاً صباح الخير عليك وصباح الخير على كل سيدة المشاهدين صباح الخير يا أهلاً الصباح النور السنغال والإكوادور تأهل السنغال ومباريات بارحة كان شكلها لطيف جداً هل كنا متوقعين إنه ده يحصل السنغال دخل كويس ومتخيلين إنه هو ده كان حيبق الأداء ولا لأ كانت مفاجئة الناس كانت متوقعاً إن السنغال المنقب ما توصلش بعيد أو تعد مرحلة المجموعات خصوصاً في ظل إصابة ساديو مانيه قبل البطولة وغيابه عن البطولة لكن التتابع المتابع لأداء السنغال ويشوفه في أول مباراة حتى أمام المنتخب الولندي لأ المنتخب السنغال منتخب قوي بيلعب كرة جمعية كويسة جداً قدم مباراة طيبة أمام المنتخب الولندي رغم الخسارة وكان فوزه على الإكوادور وعلى قطر قبل منها والتهاول إلى الدور التالي ما كانش مفاجئة في ظل الإمكانيات اللي بيمتلكها وفي ظل لما تعرفي إن الراجل أليو سيسي المدير الفندي المنتخب السنغالي معاهم من 2015 وصل معاهم نهاية أفريقيا وبيخسر البطولة وبيكمل بيكسب نهاية أفريقيا لأول مرة في تاريخه وبيصعد المنديال كل الحاجات دي عملت زي ما نقول نوع من الألفة بينه وبن اللعيبة مجانب إنه عنده مجموعة كبيرة من المحترفين اللي اعتماد ما كانش على سادي ومانية يعني هم ما عندهمش خطة باصل مانية وما بيلعبه كرة كرة جامعية مانية فرد في المنظومة لما غاب عن المنظومة قدر المدير الفني يوجد ليه بديل وقدرنا نشوف الأدايا الجميل فكرة النجم الأوحد اللي كل الفريق بيخدم عليه لا ده ما بقاش مش شايفينها معانا المراضي في ذلك مش موجودة وده ممكن يكون ساعد السنغال في غياب سادي ومانية طبعا النجم هاي لعيب كرة في الملعب بيدور على النجم بيدور على الاسم الأبرز اللي يقدر يخلص له الماتش فممكن يكون غياب منية عن الفريق خلى الفريق يلعب كرة جماعية نشوف عناصر جديدة بتظهر نشوف الشكل الجميل اللي احنا شفناه ونتمنى ليه التوفيق أمام منتخب انجلترا بإذن الله عظيم الأداء الجماعي ده مهم جدا احنا بنشوف بعض المنتخبات بتلعب كرة فردية والنتيجة بتاعتها زي ما بنشوف لكن هو لما يدخل يدخل في إطار العمل الجماعي منظومة ما فيش مسألة ان انت بتعتمد على لعيب واحد فقط او ان كل واحد بيستعرض مهاراته ففي النهاية بنشوف اللي احنا شفناه في الملعب 23 هي اسمها كرة قدم 11 لعب في الملعب 11 لعب عددك بره 23 مدير فني بيقدر يوجد التوليفة هي عناصر منظومة النجاح توليفة ومدير فني عناصر من لعبين توفيق تجهيزات قبل البطولة كل عناصر دي لما بتجتمع بتكتب النجاح لأي فريق او اي منتخب بها عظيم الفرق الافريقية ايه رأيك بشكل عام شكلها عامل ازاي في هذه البطولة وعايزين نقول ان السنغال في حتة تانية شو عن بقى المنتخبات الافريقية لا والله المنتخبات الافريقية والمنتخبات العربية عاملين اداء كويس في البطولة برغم ان بعض النتائج ممكن تكون مغنيتش متوافقة مع الاداء اللي قدمته المنتخبات انا شايف الميزة الابرز بالنسبة لي في المنديال ان انت بتلعب المنديال في شهر 12 ودي الاول مرة في نهاية 11 رباية 12 بتوصل لمرحلة الاداء اعلى اداء بيقدمو لك اللعيبة يعني دايما بيقول لك فترة الدوريات الاربية قبل مرحلة الاعياد وتوقف الاعياد بتاخد افضل كرة من اللعيبة لان اللعيبة بتبقى خلصت فترة الاعداد وقتلت الموسم فبيظهر افضل شكل منه بجانب كمان الاجواء في قطر اجواء اكتر من رائعة الجالية العربية هناك كتير جدا جالية افريقية كتير جدا المسندات حتى من الجمهور العربي المتواغدينك بكثرة لصالح المنتخبات الافريقية شوفنا منتخب غانا بيقدم كرة جميلة وبيعمل نتائج مميزة نشوف منتخب الكاميرون رغم النتائج انها نتائج سلبية لكن مع المشاكل مع اللي بيحصل في المنتخب اكيد كانوا بيقدموا اداء طيب بس النتائج ما كانتش بنفس الاداء يعني منتخب الكاميرون امام سويسرا كان قادر على الفوز في غلب امام سربيا خطف المباراة يعني كان 3 واحد وقدر يرجع وكان قادر على خطف المباراة اعتقد انها الظروف اتصعبت امامه شوية عشان هيلاعب البرازيل في الجولة الختمية لكن هو لو قدر او صدق نفسه ولعب كرة او قدر كان فيه تعاون ما بين اللعبة زي ما احنا شفنا في المباراة اللي فاتت كان ربما منتخب الكاميرون يكون لي شأن اخر وربما نشوف ان دي كتبقى اكبر نسقة فيها عالد من المنتخبات الافريقية في دور الستاشر اكيد يمكن يعني مباراة بقى المغرب وبلجيكا المنتخبات العربية بقى ده احنا مكناش متوقعين خالص الشكل المحترم اللي ظهر بالمنظر ده احنا قلنا ان الموضوع هيبقى مباراة واحدة وخلاص لكن لا احنا شايفين منافسة وشايفين يعني الناس بتشتغل بشكل مختلف هنتكلم عن المغرب وحنتكلم عن تونس هنتكلم عن ظروف كل مباراة ازاي الوضع كان مختلف نتائج لغاية دلوقتي الوصلنا لها في المغرب طبعا يعني لو هنتكلم عن فرص المنتخبات الافريقية والعربية فبعد سعود السنغال اعتقد ان طبعا فيه المنتخب السعودي والمنتخب المغربي هم اكتر منتخبين معهم فرصة يسعدوا للدور التالي مع منتخب غانا طبعا لو قدر يحقق نتيجة ايجابية امام اوروكوين سر تفوق المنتخبات العربية فوجة نظري الجالية العربية الكبيرة اللي موجودة هناك في قطر الاجواء المشابهة تلعب في درجة حرارة ممناسبة جدا للاجواء الافريقية مفيش رهبة اللي انت بتلعب في بلدان تانية مختلفة مفيش جمهور لما تنزل الملعب وتلاقي الجمهور الالفة اللي بابين الجمهور واللعبة ما بتحسسكيش ان انت تلعب في منطقة غريبة الجالية العربية عاملة مصندة كبيرة جدا ايو بس اللعبة مش رهبة يعني رهبت انهم بيلعبوا قدام اسامي لو بصينا يمكن بيوصل لاضعاف تلاتة واربعة لكن احنا مش حاسين ده في الملعب مش شايفين ان المنتخبات الاخرى مسكة كورة طول الوقت مش شايفين ان المنتخبات العربية لجأة في الفترة الاخيرة بتكلم بصفة عامة على المنتخبات العربية اللي ظهرت لو استثنينا المنتخب القطري احنا شفنا انهم لا بيمسكوا كورة وبيلعبوا بيوصلوا نصر الملعب وكمان بيجيبوا اهداف مش حاسين ان فيه فرق في اللعين هاخد من كلمة محمد صلاح اللي قالها في الاحتفال الاخير في الامارات اللي قال لك ترى ما انا وصلت بقى اي حد غير يقدر يحقق اللي انا حقق فالمنتخبات العربية والمنتخبات الافريقية بقى عندها مجموعة كبيرة جدا من المحترفين ناس كتير في المنتخبات العربية لها زمايل في المنتخبات الاوروبية وامريكا اللاتينية بلعبوا مع بعض في نفس الدوريات فبقاش فيه رهبة بجانب نظرة الاستعلاع عند المنتخبات الأوروبية والمنتخبات الأخرى أعتقد أنه تتغير بعد مونديال قطر 2022 أنه هو نازل عنده فكرة أنه أنا أعلى منك فنيا أعلى منك قرويا أعلى منك بدنيا فأنا هكسب فاتفجأوا بالمستوى مع المؤذرة الجماهيرية اللي أنا مصمم أنه رقم واحد في تحقيق النتائج الطيبة للمنتخبات العربية والأفريقية اتفجأوا بالمستويات لما نيجي نبص المنتخب المغرب أمام منتخب بلجيكا منتخب بلجيكا مش الخصم القوي شفناه وديا أمام منتخب مصر إدر منتخب مصر ببعض بس ده مصنف تاني عالم مصنف مع التصنيف مع الكرة حالتك النهاردة الكرة مش حالتك مبارع أنت مرح ممكن تبقى أفضل لعب أنا عشان كده بقولك هو بما أنه مصنف إحنا مش بصين لتاريخ إحنا مش فارق عندنا اسم المنتخب الكرة لا تعترف بالتاريخ وفكرة أنت عملت إيه زمان لأن لكده بقى خلاص محد إنجلترا مهدي كرة القدم تاخد كل البطولات أقوى دور إنجليزي تاخد كل البطولات لكن بتتكلم في فكرة أن الكرة بتعتمد على مستوىك في التسعين ديئة تركيزك في التسعين ديئة ممكن تكون أفضل لعب وفي خلال التسعين ديئة مش مركز تجيلك فرصة ضياح وده اللي قاله إردارد في المحاضرة بين الشوطين للأعادة السعودية وقبل بين الشوطين مباراة الأرجنتين لما قال إنهم أنا عايزكوا وقفين متأهبين وقفين مركزين للفرصة لما تجيلكم فالتركيز ده رقم واحد حالتك في التسعين ديئة إيه اللي بتفرق معاك بغض النظر عن مستوىك طول البطولة أو قبل البطولة وقال إيه طبعا زي ما شفنا أداء الفرق الأفريقية وكنت لسه بتكلم كمان مع هاني عن أداء الكاميرا اللي بقيت شوي عن مستوى الكاميرا والحين متعودين عليه إيه السبب وإيه الخلافات اللي موجودة في الجهاز الفني في خلافات بالكلام كله بتردد في الصحافة الكاميرونية على وجود خلافات كبيرة جداً ما بين اللعيبة في تدخل الناس بتتكلم عن وجود تدخل من صمو القط رئيس الاتحاد الكاميروني في بعض المباريات والتشكيل وطريقة اللعب اللي بيلعب بها منتخب الكاميروني حتى ده واضح في مشاكل فنية في الملعب بالبال لا يحد مطابع لكرة القدم فيش جماعية ما بين اللعيبة كل لعب بيلعب لنفسه محدش فيش لعب جماعي لو كان في لعب جماعي أمام سربيا وسويسرا كان ممكن منتخب الكاميرون دلوقتي يبقى أول متاهلين كان ممكن يمتلك ست نقاط قبل ما يحط نفسه في الوضع الصعب ده أمام المنتخب البرازيلي ففي مشاكل عموماً الصحافة الكاميرونية بقالها فترة بتتكلم عن تدخلات صمو القطو بعد البطولة طبعاً بتتح بقى كل الملفات وهناعرف كل الكواليس بإذن الله عن المنتخب الكاميروني طيب النهاردة متوقعين مباراة صعبة نصور قرطاج قدام مليار يورو قدام 62 يورو لو بنتكلم في 62 مليون يورو لو بنتكلم في قيمة تسويقية ولو بنتكلم في شكل مباراة يمكن تونس وفرنسا تقابلوا قبل كده أربع مرات ولا مرة فيهم تونس اتوفقت يمكن مرتين فرنسا كسبت ومرتين اتعدلوا لكن فرق الأهداف كان كبير سبع أهداف قدام تلات أهداف لو بنتكلم على التوتل متخيلين أن تونس داخل لقاء بالرصيد مجموع أو بالرصيد نقاط نقطة وفرنسا هي طبعا في منطقة تانية ست نقاط فنحن نتكلم حسابيا وكمان يمكن يكون الفوز مشروط لو حصل الفوز من قبل تونس ممكن التاريخ أو النتيجة تتعدل لو حصل لغبطة في مبين مباراة أستراليا ودنمارك نقاط كتير وأوراق كتير كلها مرتبطة ببعا هل بعد كل تجميع الأوراق دي ممكن تونس تعملها؟ بتفوز وتتأهل؟ يعني لو تونس عملت كده يبقى صنعة المستحيل زي ما بنقول وعايز برضا أقول تونس من المنتخبات اللي وضعت نفسها في موقف سايق المباراة الأولى أمام الدنمارك تونس بتسيطر على المباراة أداء ونتيجة أداء ولعب وصناعة فرص النتيجة بس ما كانش موفقين فيها أمام أستراليا المدير الفني دخل بتحفز كبير جدا دفاعيا أمام المنتخب الأسترالي وبعد الهدف منتخب التونسي سنع أكتر من فرصة أعتقد أنه لو منتخب تونس يمتلك مدرب عنده شجاعة وجومية نفس اللي ينطبق على الكاميرون كان قدر يحقق نتيجة مخالفة أمام الدنمارك وأمام أستراليا وعلى أقل ما كانش يبقى في الموقف ده لكن أنا شايف فرصة تونس يعني صعبة أن لم تكن مستحيلة لأنه محتاج تفوز على فرنسا ومحتاج كمان أستراليا تتغلب من الدنمارك ومعتقدش أن منتخب الدنمارك بالقوة اللي يقدر يوقف بها المنتخب الأسترالي خصوصا أن أنت كل ما بتقرب أستراليا محتاجة تتعادل الدنمارك محتاجة تفوز فدايما الطرف الأهدى هو اللي بيقدر يحقق مكاسبه من النمورات عظيم خروج منتخب بقطر بالأمس بلا أي رصيد من النقاط وعلامة استفام كبيرة جدا على أداء اللعبة بص عارف أنت لما يكون عندك حد بيذاكر كتير 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 فمن كتر المذاكرة بتملأ مخه فيجي في الامتحان يجيب درجة وحشة وهو ده اللي حصل مع منتخب قطر الاعداد لي من عشر سنين هي نفس المجموعة معهم المدير الفني من مراحل الناشئين لمراحل الشباب لمراحل التطور بيوصل لكمة التواهب القروف 2019 وبيقدر يكسب أمم أسيا بعد كده ما حصلش إحلال وتقديد دايما في القرى بنتكلم عن مفاجآت للخصب نتكلم عن مدير الفني سانشيز ما عندوش الخبرات اللي تعامل فيها حاجات زي كاس العالم مع الضغوط بقى الملقاة على العاطق اللعيبة أن انت بتلعب في وسط بلدك وفي وسط جمهورك ومطالب منك نتيجة إيجابية فطبعا كل ده يعني الضغوط أول ماتش مقبولة يعني ماتش افتتاحي هو على أرضك الخبرات برضو الخبرات بتفرق الخبرات انت بتقول بقى لهم عشر سنين يعني قد يتخيل بعض ده نحن دايما نقولوا نحن محتاجين مشروع كورا محتاجين مدرب يفضل مع اللعيبة دي ويعمل مشروع ده ما ينفعش يبقى مشروع لا ما ينفعش يبقى مشروع لأن الوضع في قطر مختلف انت بتتعامل مع مجموعة لعيبة مش كلهم قطريين القماشة اللي بتقدر تختار منها هناك مجموعة اللعيبة مش مفتوحة ولا واسعة قدامك هناك تقدر تختار عدد كبير جدا من المواهب المواهب هناك قلق إيه لا بجانب انت زي ما بقولك قعدت تجمع اللعيبة دي وتجهزهم وبالعبوا أوروبا وبالعبهم ككاف كوبا أمريكا وبينشاركوا في التصفيات شاركوا في اقتلالات كتيرة جدا بنفس العناصر فنقدر نقولوا ان هم تكتكيا بقوا محفوظين للخصوم يعني اي خصم في الدنيا قاعدة لعب منتخب قطر لو اتفرج عليه في 2018 هو منتخب قطر بتاع عشرية اتنين وعشرين وبالتالي كان محفوظ لو كنت انا شايف وجهتنا يعني كده حتى انا في مصر ان قدت محتاج في قطر مدير فني اجنبي يمتلق خبرات المندية ليقدر يعمل نقدر نقول نوع من انواع الدوافع الجديدة عند اللعيبة اللعيبة شافت ان هي هدفها كلها تظهر بمستوى مشرف في الافتتاح او في المباريات كأس العالم ومع اول نتيجة خابت امالهم وشافوا الفوارج الفنية خصوصا ان كل المنتخبات اللي لعبت قطر تحس ان المنتخبات التانية مسكة بالدراع وبتلعب براحتها مسيطرة على كل مجرهات اللعب بجانب ان العناصر القوة في المنتخب القطري ما كانش ليهم اي حدوث حتى المعز كل الناس دي تحس ان هم محفوظين تكتكيم فبالتالي ما كانش قادرين يعملوا اي حاجة فدعسة ببلوم احباط زي ما بقول لك سنشزوا يفعل خط ما عندوش اي تغييرات ما عندوش اي رؤية فنية فكل عامل دي سهمت في خروج منتخب قطر ودائما التفكير عكس الاتجاه الناس كلها بتفكر جوه الصدوق فلازم نفكر برا الصدوق فهو الناس كلها وقفة بتاخد الكادر الكريستيانو لونالدو فلما زي ما شفنا الصورة كده في كم مصور واحد بيصور كريستيانو كتير جدا انت علعت على عاني صورة على اللي صورهم اللي الناحية التانية صح؟ عشان هو بص الناحية التانية المصورين بيتعبوا جدا بنشوفهم في الملاعب بيشقوا فعلا عدسات ومعدات شغلانة فيها مشقة كبيرة مجالب النقل الصورة بتاعته بالنسبة له رزق يعني انت ممكن تاخد كد وبعد ما تروح البيت تتفاجئ ان الكادر ده اصلا ترند وانت ما خدتش بالك منه وانت في القمرة هناك مع ضغط الشغل مع الكلام ده كله كلهم بيشقوا كلهم بيتعبوا وبنشكر البعثة يعني عندينا صحفيين كتير ومصورين كتير مصريين موجودين في قطر كلهم عاملين شغل اكتر من روح اكيد طيب انا كنت تكلمت بعك عن الجمهور بس برضو مش لاحقين نسأل سؤال خلينا نروح لأول فصل وانجح تاني نكمل كلامنا عن الجمهور لانه ده برضو حيأكد كلامك بتاع عكس الاتجاه ازاي الجمهور كان وسيلة دعم وفي نفس الوقت حنستخدم نفس الجمهور كوسيلة ضغط لما نشوف المنتخبات العربية والمنتخبات الافريقية يمتلكوا من الخبرة اللي لعبوا بها قبل كده في المواقف اللي زادي فكان دايما بينقصهم انهم يبقى عندهم جمهور يشجحهم ويسندهم في المحافل الدولية اما المنتخب القطري دي اول تجربة ليه اول تجربة ليه الدور القطري دوري ضعيف فنيا ضعيف جماهيريا على دي الحضور الجماهيري فيه قليل تتفرج على المنتخب المغرب السعودية غانا الكاملون كل اللعبة دي لعبة في على جمهور مشابه او اكتر كمان سواء في الدوريات الاوروبية او في بلدانها الافريقية والعربية المنتخب القطري ملعبش في نفس الاجواء دي غير في بطولات بسيطة بجانب ان الامال كانت عليه كبيرة جدا فكل ده عمل ضغط وزي ما بقولك النقطة الاهم بالنسبة لي انه هو منتخب ما عندوش عناصر كتير قطريين ما عندهمش فكرة الليه الشغف وصناعة التاريخ والمجد فكرة دايما انت بتتكلم عن ناس مجنسين مش اكيد مش هليهم الولاء زي اهل البلد اللي هما بيقدروا يعني زي ما بنقول كده عندنا في مصر هنموت عالقورة هناك فكرة انتبوت عالقورة دي صعبة ما غيرتش موجودة مع الجمهور طبعا فشوفنا النتيجة والاداة المخيبة للامل ده بالامس كانت مباراة امريكا وايران وايران من اول بطولة برضو اداءها عليها على ما تستفهم كتير جدا وامريكا برضو اداءها مختلف يعني ما كناش نتوقع انا هنشوف امريكا بهذا الشكل عايز اتكلم معاك عن رؤيتك لمباراة الامس وفي نفس الوقت تعليقك على اداء كارلوس كيروش الناس بتقول خلاص يعني الاداء بتاعه ده عاف عليه الزمن هو كيروش هو كيروش من 15-20 سنة هو كيروش هو نفس الفكرة بتلعب اللونج باس في المساحة الفاضية فبتعتمد على السرعات بتقفل الاول بتعتمد دفاعيا ان انت تقفل مناطقك الدفاعية ما يوصلش عندك فرص كتير للخص متقدر تختف كرة او اتنين او لو ده غلبت تتلعتول انا ده غلبت واحد سفر وده غلبت بضرب الجزاء وكنت قادر قب لك كيروش من ساعة التعاقد معاه وهو كده بس للاسف كان في البعض اللي بيحاول يصورنا ان هو تعاقد مع مدرب هيجيب الديب من ديله زم ما بيقول شفناها امام ايران بيتغلب امام انجلترا فالناس تلاقي تتكلمت عن فكرة ده انجلترا وقراويا ولازم تتغلب وبرضو بيسنده كيروش شفناها امام بعد كده امام ويلز بيكسب ويلز تفرج على العبقرية وتفرج على النجاح والكلام ده انا مش شايف اي عبقرية لانه فاز في الدقايق الاخيرة يعني وغير كده وغير كده دايما دايما فكرة انت ليبت يعني انت اللي عايز تزهر لنا ان كيروش مثلا هو اللي كويس واحنا اللي وحشين بالمناسبة وحاق نتائج طيبة مع منتخبنا الوطني ولما تشوف منتخب السنغال اللي بيلعب ده واحنا بنخسر امامه نهاية افريقيا وبنخسر امام فرصة الصعود الى كأس العالم احنا بنخسر امام منتخب قوي ومنتخب مصنف وهم افضل مننا بمراحل كتير جدا على مستوى التنظيم على مستوى التخطيط على مستوى عرض المحترفين بس في الاخر كيروش مقدمش الكورة اللي كنا منتظرينها منه بيفضل يدافع ومقفل حتى هو خسران دا وانه عنده طريقة غريبة وغير كده كمان هو كمان بيلعب الكورة واحدة هي اللونج باس تطلع باعلى محمد صلاح محفوظة تطلع لزيزو فليت حفزت مع ناس كتير وانت نفس الفكر وقف باع الخطة طول الوقت بتزعل الحكام بتزعل لعبتك مدرسة عفا عليها الزمن فخلاص هو كيروش مدرب ناجح او قد يكون مدرب ناجح بس احنا خلاص مرحلته مع مصر انتهت فعني خلاص نسيبه بقى حلو ووحش نسيبه لنفسه ما نقعدش بقى نقعد نقول احنا خسرناه او احنا كنا مفروض يكمل او الكلام ده كن نقدر نقول بقى مباراة تانية انبارح كانت مختلفة الاسود انبارح قدروا انهم يتأهلوا بشكل مختلف ويمكن مباراة انبارح تقول ان عندنا ارقام قياسية جديدة بعد تأهل منتخب الاسود نقدر نقول ان راشفورد يقدر كده كسر مقوية الاهداف انبارح نقدر نقول ان مستنيين بقى فيه امال اكتر على انجلترا اخر مرة هدينكس العالم يمكن فترة طولة جدا يمكن خمسين سنة ستة وستين مثلا او حاجة كده فاحنا بنتكلم ان رجع تاني الكلام والفرصة ان يبقى فيه حاجة مختلفة شايف المستوى ممكن يوصلنا لهذه المرحلة ولا لا الامال زيادة خلينا نكون منصفين المجموعة اللي كانت مع انجلترا ما تقدرش تحكمي بي من خلالها مش هما اللي يقدروا يحسموا او يبينوا منتخب قوة منتخب انجلترا الحقيقي طبعا في دور المجموعات حق نتاج ايجابية بيعمل انتصارات سوداسية وسولاسية والمنتخب الاكتر تسجيلا في التلات مباريات خلال دور المجموعات لكن الانتقادات اللي على ساوس جيت قبل ما ييجي البطولة انتقادات كبيرة جدا الناس بتتكلم على طريقته في التشكيل الناس بتتكلم عن اختياره لبعض العناصر دي الفرصة الاخيرة لساوس جيت والمنتخب الانجليزي انه محدش هيقبل تاني يناك في انجلترا ان ساوس جيت يرجع من غير بطولة انه هو نهاية كاس العلم 2018 وبعد كده بيخسر يورو وبعد كده لو ما حققش ما وصلش على المباراة النهائية في النسخة دي اعتقد ان استمراره هيكون صعب لسه بدري احنا بنتفرج على مباريات 90 دقيقة عندك فرصة تانية ربما تتعادلي حتى لو خسرتي عندك مباراة تانية تعودي فيها مرحلة جاء مرحلة خروج المغلوب محتاجة تركيز من كل مدير فني هنقدر نحسن من خلالها بشكل كبير جدا المنتخبات اللي هتكمل في البطولة عموما في كل الاحوال المنتخب اللي بيظهر بشكل كوي جدا 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 في الادوار التمهيدية او دور المجموعات زي ما بنقول اما بيبقوا اكتر المنتخبات المرشحة للخروج مبكرا من البطولة بعكس المنتخبات اللي هي بتيجي ايه واحدة واحدة زي ما احنا بنقول كده ايه المباراة اللي انت يعني حسن هنشوف مطع كروية لو فرقتين يتقابلوا دور الستاشر مثلا فرنسا البرازيل لا في دور الستاشر ولا بشكل عام انا خدنا دلوقتي ايجاب توقع فرنسا البرازيل يعني فرنسا البرازيل اتوقع ان احنا هنشوف حرب كروية زي ما بنقول كده بالعناصر اللي موجودة وطبعا البرازيل طبعا طول عمرها منتخب تاريخي فرنسا عايزة تكسر الرقم الكاسي وتاخد البطولة المرة التانية على التوالي هنشوف مباراة مباراة قوية جدا طبعا بين المنتخبين فيه منتخبات تانية ظهرت بمستوى جيد اسبانيا المانيا رغم النتائج اللي مش بساعدها لكن منتخب المانيا منتخب قوي أنا ما زلتم صمم ان منتخب المانيا لو صعد لدور الستاشر هيتحول لوجه اخر فيه منتخبات تانية شفناها منتخب الغاني بيقدم كرة هجومية رائعة وممكن نشوفه في الفين وعشر وصل لربع النهائي ربما نشوفه لو قدر يكمل لدور الستاشر يقدر ياخد دفع بعد كده ويكمل في المباراة اللي جاية الميزة في البطولة دي كل واحد جاي يقدم نفسه البطولة فنيا اكتر من رائعة منشوف المنتخبات كلها بتلعب كرة هجومية حتى المتشاط اللي هي سفر سفر والاساليب الدفاعية دي عفع لها الزمن زي ما بنقول كل منتخب نازل يقدم كرة المنتخب الامريكي يقدم بيلعب ببور يعني رهيب جدا جدا تحس ان هم واخدين منشطات زي ما بيقولوا لا القرة السنة دي كاسل عالم السنة دي مختلف مختلف فنيا ونتمنى ان هو يكمل على المستوى ده عشان تفضل نسخة استثنائية بإذن الله كان عندك تواقع مبدأي هو سريعة من غير ما نسألك عليه قلت فرنسا والبرازيل لو شفنا المباراة هتبقى الاقوى من وجهة نظرك عندنا اتنين مديرين فنيين كل واحد دماغه وادرى انها تسوق مباراة تمام فرق موجودة في الملعب تمام دكة بتاعة بودلاء قوية تعادل القيمة الاساسية ده ممكن يوصلنا نقول ان انت ده توقع مبدأي لان فاينل ان احنا هنلاقي مباراة بين فرنسا والبرازيل بص احنا لسه مش يعني لسه ما عدناش بشكل كامل هنعرف لسه الاتجاهات ماشية ازاي والادوار ومين متوقع يقابل مين بس اقول لحضرتك احنا لو وصلنا لمرحلة ان احنا نشوف فرنسا والبرازيل في النهاية تبقى مباراة من السكرتات كورت القدم زي ما بنقول بتعيد نهاية 98 اللي فرنسا كسبته منتخب البرازيل جاي من المنتخبات المرشحة فاعتقد النهاية تبقى مورا قوية جدا وعموما يبقى كاس العالم حتى لو اصغر فرقة بتوصل الادوار النهاية ده البطولة بتقام كل اربع سنوات وكل منتخب جاي يقدم افضل مالة دي في البطولة وان شاء الله نشوف مستوى فني يليق بالبطولة ويليق بالتنظيم الاكتر من الرائع اللي احنا شفناه في بات البطولة اكيد كل شكرا لك هاني عبدالصابور الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بموقع القاهرة 24 شكرا لك شكرا جزيلا لك شكرا